اشتركوا في القناة إلى حلقة جديدة من صوت الناس طبعا تتابعونها عبر صوت بيروت انترناشنل صفحة بيروت سيتي على فيسبوك بالتعاون مع فيديال نيوز ويعدبث الحلقة التاسعة والثلث مساء عبر إذاعة صوت كل لبنان الشيء الوحيد الذي يجمع عليه مؤيدو المحكمة الدولية ومعارضوها بأغلبية كبيرة هو استغرابهم طبيعة الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى مؤيدو المحكمة كانوا يتوقعون أحكاما أشمل وأدق ومعارضوها كانوا ينتظرون لحظة الحكم ليثبتوا ما بنوا عليه سنوات أن المحكمة أمريكية إسرائيلية فلا هذا ظفر ولا ذاك غنم وعليه بقي أمام لبنان سوى التعامل أو هل بقي أمام لبنان سوى التعامل بمسؤولية دولة ذات سيادة تجاه الحكم ومستدبعاته وهل يمكن لبلد أن يطلب مساعدة العالم على إنقاذه من سقوطه أو انهياره ثم يرفض التعامل مع أحكام المحكمة أو التنصل منها ومن قراراتها ربما يكون زمن أسكيزوفرينيا قد انتهى فلبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وبناء عليه إما أن يحترم قرارات الشرعية الدولية وإما هو خارج المنظومة الدولية وله الخيار في هذه الحلقة نستقبل الدكتور أنتونيوس أبو كسم حضرتك محامي رئيس من المحكمة الدولية نعم دكتور لبنان ليش رأى المحكمة الدولية؟ أول شي بتشكر استضافتك ثانيا اليوم رح أحكي بصفة شخصية مش بصفتي محامي رئيسي بالمحكمة لبنان ليش رأى المحكمة أولا الاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما كان اغتيال عادي ثانيا إجابة مرحلة بعد اغتيالات سياسية تاريخية ثالثا ما كان في نفس أو جدية بالتحيئ وبملاحقة القضية على المستوى الوطني أثر على هذا الشي جو السياسي والخصومات السياسية وبما أنه كانت جريمة كبرى واعتبر مجلس الأمن أنها تهدد السلم والأمن الدوليين وهذا أول مرة اغتيال رئيس حكومي سابق بيعتبر مجلس الأمن أن هذا الاعتداء يهدد السلم الأمن الدوليين وهذا كانت هي البوابة صار في بعتة لجنة تقصي حقائق فهذا البعثة رسلت الأمين العام للأمم المتحدة وأبلغته أنه فيه فعلا ضعف وفيه عدم إمكانيات أكان بالتحيئ أو بالمستوى التحيئ يعني فيه عندنا مشكلة كان بمستوى التحيئ وبالإمكانيات طيب شو اللي أنجزته لجنة التحيئ الدولية؟ قبل ما نوصل لجنة التحيئ بـ 24 عدار فرز جيرلد بقدم تقريره تبع لجنة تقصي الحقائق وبيقول أنه وكأن القضاء اللبناني غير قادر على التحقيق بجريمة العصر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ينشئ لجنة التحقيق الدولية المستقلة وهي تقريبا بشكل لجنة تحيئ هي تالت لجنة تحيئ دولية بينشئة مجلس الأمن وأشهر واحدة منها كانت لقبلة عملت كرمال دارفور وكرمال يوغوسلافيا السابع ماذا أهمية اللجنة؟ أهمية اللجنة تحت الفصل السابع وبالتالي ملزمة لكل الدول وتقدر تجري تحيئات على أقاليم كل دول أعضاء الأمم المتحدة هذه اللجنة عملت أم قيوم مع السلطات اللبنانية ماذا يعني؟ يعني عملت مذكرة اتفاق مع السلطات اللبنانية لا تقدر تعمل تحيئ وهي ميزتها عن اللجنة التحيئي اللي قبلها أنه نوعا ما كان عندها مثل صلاحية قضائية وتحقيقية وكانت توصل للقضاء اللبناني إيقاف إيقاف إكس أو إجريك هذا الشيء اللي سمحنا توقف الضباط الأربعة صحيح بتوصية من لجنة التحيئ الدولية أوكي لبنان كان أمام تجربة جديدة مربكة بجو سياسي نعرف أنه ما كان صحيح أبدا كان تشنج كتير كبير أوكي صار في تخبط بالقضاء وكمان الأجهزة الأمنية إلى وين وصلتنا لجنة التحيئ الدولية لجنة التحيئ الدولية وصلتنا بعد 11 تقرير وكمان كان كل يعني التقرير حسب المحققين اللي تغيروا ثلاثة نعم كل مرة كان في بيستة معينة يعني في تقرير كان عم بركز على بونك المدينة من بعده صدر قرار كتير مهم هلأ ما حدا عم يحكي فيه القرار 16-36 بتذكرنا شوي شو هو هيدا القرار فيه إله مرفق قضى بتجميد أموال كل المشتبه بهم وطال أيضا شخصيات من النظام السوري نعم وإله ارتباط بملفات مالية بس اليوم من بعد ما شفنا النتيجة شو كان له طعم بتجميد الحسابات خليني إذا بتسمح لي كمل أنه هيدا القرار فعليا ما شفنا لأنه أنشئ لجنة للعقوبات هيدا القرار أنشئ لجنة عقوبات لهؤض الأشخاص بتجميد أموالهم نعم هيدا القرار الظاهر نحط على جنب ما شفنا نتيج وبالعكس رحنا بالتحيق الدولة لمحلات أخرى وكنا نسمع وكنا نسمع لأنه وقتنا ما كان فيه محكمة أنه رحنا من اتهام النظام السوري إلى اتهام الحزب ساعة منروح كنا على مجموعات متطرفة ففعليا لجنة التحيق من هي قضاء هي عم بتجمع معلومات عم بتجمع معطيات عطاناها أهمية أكبر من القصة بتستاهل كنا ننتظر أنه شو بيقول فلان خلاص وهذه هي الحقيقة لو لجنة التحيق هي الحقيقة لشو فيه محكمة كنا نعملها لجنة التحيق وقال أنا باتهم فلان وخلصنا بس المحكمة بدأت استند إلى ما تقدم لها لجنة التحيق هذا اللي بدنا نحكي لازم توضيح لجنة التحقيق الدولية جسم مستقل أنشأوا مجلس الأمل بموجب الفصل السابع آخر رئيس للجنة عين مدة عام المحكمة الخاصة للبنان القاضي دانيال بالمار ولكن بنظام المحكمة بالمادة 19 منه أن الأدلة والمعلومات لجماعتها لجنة التحيق الدولية غير ملزمة للمحكمة غير ملزمة للمحكمة هذا بنظام إنشاء المحكمة بنظام إنشاء المحكمة يعني ممكن تاخد فيهم وممكن ما تاخد فيهم وإذا شفت أنه في كتير شغلات المحكمة من أخد فيها في شهود في أسماء اسمعت بمرحلة تكون النقطة واضحة يعني كل من يلوم المحكمة الدولية اليوم أنه أنت سجنتي الضباط الأربعة أول شيء ليس هي لي سجنتهم لجنة التحقيق الدولية صحيح وهي يعني باللي أفهم منك تعتبر براء من كل ما تقوم به لجنة التحقيق الدولية إذا لم تستفد من معلوماتها أو المعلومات المقدمة للمحكمة لجنة التحقيق الدولية إذا بدك كانت بيست ممهدة للمحكمة ومن وراء نتيجها شفنا أنه لازم يكون فيه محكمة بس شفنا هلقد أدلة معقدة وشفنا كل مرة تطلع نظرية كل ما يجي رئيس لجنة التحقيق يعطي نظرية جديدة هجمنا ملس رحبنا ببرامرز برامرز معرفنا لا يفعل أنه راح يتعين مضايعاً بمحكمة معينة رجع يجي خلفه قاضي جديد فكل واحد عنده بيست تبعيته يعني هايدي هي المشكلة هيك جرائم كل محل في بيست يعني مثلاً نحنا عندنا بيست ترديسيونيل صايرة أنه كل ما يقع تداء العضو الإسرائيلي هاي بيست ما فيك تطلع منها مسلمة يعني مسلم فيها ما فيك كمان ما تحقيق فيها في عندك إشي ما فيك تطلع منها بس اللي صار أنه عندك كذا تيوري كان بالتحقيق هيدا كان شي واضح طيب نحن رحنا على المحكمة الدولية رحنا على المحكمة الدولية تنوصل لحقيقة بمطلب لبناني وهون بدي إذا بتسمحلي لنحكي لنوضح تنوصل للمحل العالم اللي حاس أنه لشول المحكمة وكأنه ضيعنا وقت بدك تشوقنا الدولة اللبنانية هي طلبة إنشاء محكمة رسالة الأمم المتحدة نعم مجلس الأمن كلف الأمين العام بالتفاوض مع الدولة اللبنانية فإذا هي محكمة مختلطة كان قادر مجلس الأمن مثل ما أنشأ لجنة التحقيق الدولية مثل ما أنشأ المحكمة الخاصة لويغوزلافيا مثل ما أنشأ المحكمة الخاصة لارواندا كان ينشأ لنا محكمة وبلو وجعت راس كانت النية لماذا وجع راسه؟ أول شيء كان في نفس لبناني دايما أنه منحكي بالسيادة ومنهم بذكر فخامة رئيس الجمهورية بوقتها الجنرال ميشيل عون بوقتها كمان من الأراء اللي عطاها حكي بمحكمة مختلطة يكون فيها قضاء وطنيين كان هذا الهاجز الخوف من التدويل وشافوا أنه في محاكم أنشأت ليغوزلا للسيراليون ولارواندا هي مختلطة وقالوا أنه الهدف مش أنه أكساء القضاء اللبناني بالمطلق لا خلينا نعملها نعمل عدالة يشترك فيها اللبنانيون والأجانب بهذا الطلب لا تسهل الدولة اللبنانية ولأنه ما كان المطلب كمان أوقات بمحل بيكون المطلب سياسي ومطلب ضغط أنه إذا الأمم المتحدة قالت هلأ ما معي موّل أنشئ محكمة كلها من حسابي الأمم المتحدة نقت بحالة عن مصاريف المحكمة شو عملت عملت نظام تمويل مشترك بين دول العالم تبرعات طوعية ومساهمة لبنانية ما عملت مساهمة الأمم المتحدة والباقي تبرعات طوعية وهذا كتير مهمة وهذا نسبة المشاركة اللبنانية ولبنانية تعهد وقتها رئيساً وراء أنه نحن مندفع لماذا اعتبرتها مهمة؟ أنه ما يكون التمويل على عاطق الأمم المتحدة حتى لا نروح على مسألة يعني كيدون أردن من يعطي يأمر كيدون أردن وهذا بمحل أنه الأمم المتحدة عم تتركوا الخيار للشعب اللبناني أو بتكون تكفوا أو ما بتكون تكفوا أو ما بتكون تكفوا ما أجي تفرضت هذه المحكمة وخاصة أنه كان فيه كتير أصوات وكان خوف من وقتها فردت لجنة تحقيق الدولية وكل شيء بدأ أجنبي جديد شو مكان لو مين مكان بدوا يعمل نقزة وبدوا يعمل صد فإذا طعمناها بلبنانيين تكون عندها قابلية بالداخل طبعاً لو أن وصلتنا المحكمة وبذات الوقت بذات الوقت دخول العنصر اللبناني بمحل لازم يكون مطمئن بس بمحل كانت محكمة ضعيفة جداً نحنا بالتسمية العادية نحن نحن نحكي عن محكمة دولية فعلياً هي محكمة ضعيفة دولية تسمح لي لك شو فيها دولي هيدا المحكمة شو المقر طبعاً أنه نقينا مدينة السلام لهي مثل باقي المحاكم قضاتها لا مشتكي العفوان أصم من القضات نعم بعينهم طلل من الأمم المتحدة محققينها هون بدنا نحكي تعين المدعي العام بيكون من الأمين العام للأمم المتحدة أوكي هون الأسفكت هنالإشياء اللي منقول أنه فيها صفات دولية نعم اللي بهمنا القانون المطبق القانون المطبق هيدا المحكمة أول محكمة بتطبق فقط القانون الوطني دون القانون الدولي الجنائي نحن عم نطبق قانون العقوبات اللبناني المادة 314 وقانون 1958 فقط بينما باقي المحاكم حتى المختلطة حكيوا عن جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية إضافة لجرائم وطنية والمحاكم الدولية المزبوطة ما بتحكي إلا بتلعت أنواع من جرائم جرائم الحرب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ليش أنا أعمل أنه هيدا الأساس الأساس أنه لا جريم يدون نص وتاني شي ما في رفع حصنات أنا بس حاكم بأخوف على القانون اللبناني نحن حطيناه لأفخاخ للمحكمة أو وضعت لنفسها أفخاخ قبل ما تبلش أو عراقين لخبرك شغلي ما فينا نهرب من المسؤولية كان في لجنة لبنانية مع طبعا لجنة من الأمم المتحدة نعم وكان كثير فيه تفاوض وبذات الوقت كان فيه خوف أنه نعتبر هيدا الجرائم هي جرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية لي لأنه بس نحكي بجرائم دولية نعم أول شي أنا رفع حصنات وتاني شي أنا مشكلة مرور الزمن ليش كنا خايفين؟ من مين خايفين؟ طبعا بدنا نرفع حصنات لأنه بالحكي اللي نحكى أنه معتبر بهيك جريمة أنه فيه رؤسة دول ممكن يكونوا مورطين فيه شخصيات رسمية ممكن يكونوا مورطين نعم يعني شو نحنا كنا بدنا نحميهم؟ هيدا نظام المحكمة وهيدا نظام الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة إذا بس بتسمح لي تفضل تفضل لنقدر نكمل نعمل البراينستورمين أوكي ونشوف لا وصلنا لهون مجلس الأمن من شو مقلف؟ من 15 عضو نعم خمس دول دائمة العضوية صح كل الأرارات التنفيذية بدك 9 من 15 من ضمن الخمس دول دائمة العضوية أوكي إذا بدي خبرك وقت طلع الأرار 17 57 اللي أكر المحكمة هلأ بقول لماذا عم قول أكر نظام المحكمة والاتفاق كان في موقف الروسي يمتنع عن التصويت والصيني أوكي بهمني أكتر شي الروسي بهيدا الموضوع أوكي لأنه أنت عم تعتبر أنه واحدة من دول دائمة العضوية صحيح فالصين طبعا اللي بدي أقوله أنه ما فيس كان تصويت ضد كان فيه امتناع والامتناع ما بيمنع بس اللي بدي أقول أنه في دول كان عندها تحفظات بخصوص المحكمة كان عندها تحفظات بخصوص صلاحياتها بدي وصلك علي الجزء كمان الوطني اللي ضعيف منها محكمة دولية هيدا محكمة ما عندها سلطة على المحاكم الوطنية لكافة الدول يعني حسوب أنا بجزر الموريسيوس بدي استمع لشخص هيدا المحكمة ما عندها أسبقية عندها أسبقية فقط على المحاكمة اللبنانية هونيك بدي أعمل اتفاق ثنائي مع المحاكم طبعا بدي شوف دولتهم بتقبل ما بتقبل إذا كان بجنوب أفريقيا هزا تشيء بدي رسل هيدا السلطات بتوافق ما بتوافق دكتور أنتونيوس أنا على ما أذكره معلوماتي بتقول الصين وروسيا رفضتا يعني الإقرار المحكمة إذا كان بدأت طال منظمات ودول صح؟ لا خليني صحيح هيدا المحكمة قائمة على المسئولية الجنائية الفردية ولا محكمة دولية جنائية دولية لاحقت أحزاب أو دول أو مجموعات نحن هون عم نتهم أفراد ولكن ممكن هالفرد يكون مسئول رسمي يمكن يكون نيب يمكن يكون وزير يمكن يكون رئيس جهاز أمنى ما بنعرف أوكي بتقوم المحكمة بتجرمه أو بتبرية على أساس فردة يعني بيطلع بيطلع الحزب المنتمي لأله هو مش مسئول طبعا أوكي هلأ طبعا بتعطي إشارات إنه هيدا منه مقطوع من شجرة وهون منحكي بالمسئولية التسلسلية نحن مش نهاك عم نسأل لأنه في سؤالات اليوم عند المواطنين إنه طيب أنتوا سميتوا المحكمة سمت سليم عياش هل ممكن يكون سليم عياش يعني جاي بالمتسوبيشي وأبو عدس والمتفجرات والشبكة الحمرة هوا دي كلهم فرد شخص مش نهاك القرار اللي صدر مش آنع قصم اللبنانيين لأن محكمة زاد طابع دولي لأن محكمة معند أسبقية إلى على المحاكمة اللبنانية وما في محكمة مختلطة بتنجح دون تعاون الدول بأسف أقول أنه دولتنا تعاونت بالحد الأدنى بس حتى مش بس بخصوص المحكمة بكل شيء تاريخ إجرامي بالبلد شف لي أي مجرم توقف أي قاتل رئيس جمهوري توقف أي قاتل رئيس حكومة توقف وإذا فرع كان فيه توقيف يبقى توقيف سياسي وتكون محاكمة سياسية لماذا شملت الشهداء الآخرين هذه المحكمة؟ إذا بتشوف أن هذه المحكمة مثل ما قلنا كان الأساس اعتداء 14 شباط 2005 بعدين قلنا تكون فيه قضايا متلازمة بس نحكي تلازم شو معناتها؟ بدأ تكون مرتبطة أو علاقة في مكان ما بجريم مرتبطة مرتبطة يعني الأشخاص بدي يكون الهدف واحد بدي يكون الدافع واحد المخططين أحد هيد العناصر يعني البقوي راحوا والله يرحمون هلأ أكتر من هيك نظام المحكمة بيقول أنه التلازم بدي يكون من أول تشرين الأول 2004 محاولة اغتيال الوزير مروان إحمادي إلى أربعة لحد 12 12 2005 اغتيال جبران طويل صحافي الشهيد جبران طويل أوكي أوكي بهوضي ضمنهم ما بدك إذن حدا إذا فيه تلازم فليكن أوكي من بعد 12 12 2005 وشفنا كمان كافلة شهداء بدك موافقة الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن لهلأ شو صار لهلأ شو صار لهلأ نحن فتنا بأضايا متلازمة مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي شفنا أنه مبارح هو تأكد حكم أنه مزنب بهيدا الاغتيال هو ذاته حسب المحكمة القرار الاتهيم اللي صدر بالأضايا المتلازمة هو أساسي بمتهم باغتيال الشهيد جورج حاوي محاولة اغتيال دولة الرئيس اللي سلمر وبمحاولة اغتيال معالي الوزير مروان احمد ولكن ربطناهم شو المحكمة ربطتهم بس باغتيال الحريري يعني كأنك عم تحكي السيطة التريبونال الحريري والأضايا المتلازمة ولكن ما راحت أبعد تشوف الإجرام اللي لحق الطبقة السياسية وما شافت أنه هذا الإجرام هو طبعا اللي أنشأوه ونحط مصولية على المحكمة ونحكي اللي حطو لها نظامة ليس لتكبح وتكون رادع لتوقف الاغتيال السياسي بالبلد إذا شيخ خصوا بقضية الحريري ما خصوا بقضية الحريري منشيلوا عجنب يعني جبران التويني هكي نظامة هكي نظامة تشتغل يعني عندك بهذه الفترة معالي الوزيرة ما يشيد يشيد الشهيد هذي الأشخاص طلعوا معا أنه ما فيه تلازم لاي يمكن لأنه وفقا للتحقيقات ما قدرنا نشوف تواصل مع هذي الشبكة اللي هي الأساسية بالقضايا المتلازمة نعم وين صاروا القضايا المتلازمة يعني بلشت المحكمات التمهيدية كان في جلسة بـ 23 تموز وفي جلسة بأيلول بشهر أيلول بمنتصف أيلول بالمبدأ ومن بعدها السن الجديد بتبلش المحاكمات فيك تقلي ليش استغرقت كل هالوقت أولا بس قبل أنا مشان ما تروح الفكرة من رأسي عم بتقول أنه يعني هذي الجرائب المتلازمة نحنا عم نقول أنه لبنان دفع لحد هلأ تقريبا فوق الـ 600 مليون دولار عم تقول أنه بلشت المحاكمات بتموز وفي جلسة بأيلول يعني لبنان بعد بده يدفع مصاري طبعا بتعتقد أنت أنه الشعب اللبناني بعد مستعد من بعد يعني القرار الذي يطلع والحكم الذي صدر نفسيا بعده حاضر إذا قلت له بكرة بدنا ندفع من أجل تمويل المحكمة قبل ما نفهم شو اللي صار للأسف أول شيء تمويل المحكمة ما بحياته كان إذا بدك بردى لبناني كامل وكان في جهات مشاركة بمجلس النيابي وبالحكومة تضغضى عن تمويل المحكمة ساعة تتمول من الهائة العليا للإيهاسة ساعة من الميدلئيس ساعة جمعية المصارف وعفوا بان إلى لين ما كان تمويل دستوري كان تمويل لنقطع هيدا مشكلة وما حدا كان يخبر اللبنانية إنه المحكمة فعليا بلشت فكرتها بالألفين وستة وبرد بالألفين وسبعة بلش نشاطها بالألفين وتسعة وحاكماتها بالألفين واربعة عشر ما حدا خبر إنه هاضي نوع من المحاكم خاصة عم تنشئ محكمة جديدة تستغرق وقت طويل يعني محكمة تيوغوزلافيا السابقة بلشت بـ 93 أوكي انتهت بالألفين وسبعة عشر طيب وزيادة بعد فيه قضايا قدامها عملو لنرانفو على محاكم وطني المحكمة قدمت الحقيقة كاملة المحكمة ما قدمت الحقيقة كاملة بس هون بدي أفصل نحن منحكي محكمة ومنصير نشاهر بس كمحكمة المحكمة من شو مقصمة المحكمة مقصمة من غرف صح من كضات بداية استقناف فيه تمييز لا استقناف من الغرف بيرجع عندك ادعاء عام وعندك دفاع أوكي هذه الأطراف الأساسية أوكي والنظام الذي نعمل اللي أرجع أول كمان نظام أخذ بعين الاعتبار أصول محاكمات الجزائية اللبنانية وكان نظام مختلط ولكن راح أكتر على كومل لو وكمال هكي المحكمات هي ما عم بتكون سريعة لأنه القاضي ما عنده دور أساسي القاضي آخر شي يرفع لقاله الملف ومثل ما شفنا بعد ما طلع الملف بدأي هو ما تشفه بل بين الادعاء العام وبين الدفاع نعم هداش المدعي العام بنزل معطيات بنائش فيها الدفاع يمكن تحشره وينزل أكتر بس ولكن بما أنه محاكمات غيابية ما عندك الأشخاص ما عندك أكرار صار المدعي العام يروح على أدلة ظرفية يعني مضطر ينبش أكتر أكتر من هك بس بالجو اللي موجود بالبلد ولأنه ما في شبكة أمان وبس تحكي اغتيال سياسي كل العالم بتخاف ما عندك كمان نوعية الشهود مهمة لو في نظام حماية الشهود بس ما حدا مضطر يعرض حاله يعرض حاله أو يترك بلده يعود برا إلى مدى الحياة نقطة صغيرة ما هي الأدلة الظرفية لأنه في ناس عم نسمع كتير هاليومين الأدلة الظرفية ما يعني دليل ظرفي دليل ظرفي هو مثل قريني يعني مثلا نحن هون بغرفة نعم لاقوا شبكة الاتصالات نحن اتصلنا ببعضنا بالقلطان لأنه نحن قراب فإذا نحن سبب إذا صار جريمة بهيدا المبنى بشكوا أنه في هالشخصين موجودين بهيدا المبنى بس ما حدا قادر يسبب وما حدا إشعنا ولا حدا شافنا أنه نفزنا أنه نفزنا أوكي أوكي فعم بصير يعني عم تعمل ترابط ترابط أدلة بس ولكن هي أدلة ظرفية وأدلة الاتصالات كتير صار فيها دي بيت والأدلة الظرفية اعتمدت ببعض الدول بس إذا بدك بتمويل الإرهاب بس في محاكم تيخد بالأدلة الظرفية صح؟ خصوصا إذا كانت مطرابطة جدا وموسقة جدا طبعا بس عندك المشكلة أنه هون عندك شبكة مقفلة وزيادة أنه ما عندك المتهم عم تحكمه غيابيا مش وجهيا عندك أدلة ظرفية يعني مش قادر تسأله مش قادر تصنقه فعليا ما فيك تعمل عدالة جينئية غيابيا وهيدي شغلة أساسية اللبنانية بدون يعرفوها وكلمال هاك القاضي كلمال احترام معي الحقوق الإنسان ما في يتهم حدا ومنه محقق معه يعني نحن هون أوقات إذا صار شغلة بالمغفر ودني وكذا بتقوم لإيامة ما احترامت حقوق الإنسان وركبتوا على أبي بقى موجود طيب بس اليوم وقت اللي عارفي المحكمة كل هالأعتراضات قدامها كل هالأفخاخ قدامها لخبرك شغلة لبنان لبنان كان مختبر تجارب أول محكمة زاد طابع دول بتنشأ لملاحقة جريمة إرهابية كتير منيح أنا رحت على المحكمة الدولية تجيب حقيقة هل أتيت بحقيقة كاملة تقول لحضرتك التعاون الوطني أساسي وتعاون الدول أساسي بدك تشوف كمان الدول الأجنبية ساعدت المحكمة بمعطيات بأدلة شو رأيك شفت النتيجة النتيجة بتقول لا يعني النتيجة أنا ما شفت أنه صراحة وهذا رأي شخصي شو اللي كان مطلوب من الدول تعمل حتى تقدر تساعد فإذا فيه أرار ما بدون المحكمة يتوصل لمحل أبعد من هيك ما حدا ما حدا بيقدر ياخد أرار إذا دولتك من هي أصلا من هذا البروست كانت دائما خفاني ومتردد يعني الدولة كمان ما كان بدا لا خبرك شغلي لنبلش بنقاط الضعف صدر أول قرار اتهامة بس يصدر قرار اتهامة بتصدر مذكرات توقيف صح مظبوط صح طيب الدولة اللبنانية ما قدرت بلغت ولا قدرت توقفت مش بس بلغت ما قدرت شخصيا ولا قدرت توقف قامت المحكمة قيلت مظبوط أول حتى قرار كتير مهم بيستشهدوا بالقرار بقرارات تنفيذ القرار 15 59 وأنه في بقع خارج السلطة اللبنانية ونحن ما فينا نفتلة المهم بقولوا للدولة اللبنانية طبعا جربت الدولة اللبنانية مرة اثنين 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 ودائما الدولة بتجيب نحن عملنا كل الاجراءات وما قدرت فأيزا هذا كان أول ضعف من الأول أنت ما قدرت توقف تاني مرة عدلنا القرار الاتهامي وزبنا مد متهم خامس اللي هو مرع اللي طلع براءة طيب كمان زيت الشي ما قدرنا نوقف مرعه جينا بالقضايا المتلازمة زيت الموضوع أكتر من هيك أنه العالم ليش بده تتفاجأ والقرار الاتهامي وقته هو لازم يكون المفاجأة والقرار الاتهامي ما حدا ما حدا قري ما بوقت محصورة الاتهامات بخمس أشخاص وهذا هو الملف وهذا القضاء بده يناقش القاضي ما في يطلع بهذا النظام خاصة من نظمينه إلا يحكم بالأدلة قدامه فكالملاك مش هذي هي الحقة المظبوطة هذي حقيقة الأدلة اللي قدمت حجم هذي الأدلة مش أنه القاضي عنده كل الملفات وأخذ هذا القرار شو بيطلع الملف بين الدفاع والمدعي العام بيحكم فيه فأذن هذي يعني القاضي حكم انطلاقا من المعطيات اللي وضعت بين إيدي طبعا ووفقا لمعايير حق الإنسان أنا ما في أنا غيابيا اتهم شخص بس وفقا لأدلة الظرفية إلا إذا كانت فيه أمور كتير مساعدة وأكدت شفت شفت ليش اليوم فيه سؤال بالشارع اللبناني أنه نحنا نطرنا 15 سنة اللي عمل القصة كلها لا يستطيع يصدقه هو السؤال كان وقت طلع القرار الاتهامة وقتها كان لازم يكون في نية دعم لهذه المحكمة دعم تحقيقاتها توقيف المتهمين هذا مشروع مشكل باللبناني لا بحكيك بصراحة المحكمة كلهم عارفون إنها مكملة وكلهم عارفون إنه ما فينا نعمل مشكل مع المجتمع الدولي بس بذات الوقت لا يمكنك تجيب المطلوبين لا يمكنك تنفذ مذكّرات التوقيف بغض النظر بغض النظر النتيجة معروفة من وقت قرار الاتهام اللي بيقرأ قرار الاتهام ومحطوط في إشياء طبعا مموهة محطوط على ويبساية المحكمة بيشوف إنه ما في حدا مغبون وهذه هي حجمة وإنه ما فينا نتهم شخص زيادة عرار الاتهام مثل أشخاص اللي قالوا إنه آي بكر رح يتهمه فلان ورح يسموه فلان وعطى أمر فلان القضاء بس يخلص الملف ما في زيد متهمين هاوضي هن الخمسة وتوفى منهم شخص أعلن وفايته بدر الدين مصطفى بدر الدين وهي كانت بقيه أربعة وبالأربعة اللي بيقرأ الملف بيشوف البقيين شو كان دورهم بيشك بالموضوع طيب بس دائما كانت النظرة إنه هايدي أداة سياسية المحكمة من أداة سياسية بقلب المحكمة في تنافس بين الإدعاء العام وبين الدفاع والقضاء لا يعد مصدقية للمحكمة ما بيصدق أي شغلة طيب بالأدلة الزرفية اللي كانت عم تطلن بارح نعم كيف بيكونوا هالأشخاص امرأبين بأكتر من مكان وتقريبا عارفين كل تنقلات الرئيس الحريري وآخر شي بيطلعوا إنه هن مقل علاقة بس بيطلع شخص اسمه عياش مش لدافع إنه أنت بس تعيش بكل شخص كل شخص رسمي بمحل معين بيكون مرأب فإذا هيدا دليل مش معنات العم برأب عارف إنه هيدا شخص عم نرأبه لا نقتلو في ناسي ممكن أنا عم رأبه لوصل معلومات سياسية لتحالفات انتخابية أوكي لكن فلان عم شتمع مع فلان وطلع عفقرة وشاف فلان فإذا هون كان ما في دليل طبعا ما في دليل إنه هالأشخاص هن مشاركين بالتنفيذ إذا بعدك بمحاكم غيابي ومجرد بس حدا عم برأب أنا ما في روح أكتر حضرتك عم بتقلي إنه هاي المحكمة اتكلت على القانون اللبناني نعم صح؟ بالقانون اللبناني إذا أنا رايح تنفذ جريمة ولسبب من الأسباب أنا ما قدر تنفذ الجريمة أنا أودان وكأني نفذت الجريمة صح؟ طبعا شو الفرق بين هالنقطين المشكلة إنه عندك المحاكمة الغيابية حضور المتهم أكراره لأنه بس تجيب متهم صدقني حتى بالنظام الأجلوسكسوني تبع المحكمة اللي بيمشي بالمحاكم الجنائية الباقية اللي بي لها بصير فيديل بين المتدعي العام وبين المتهم إذا قرأت أنا بشلك تهم وبتخبر عن الباقي ودائما بسيحكموا بالعقوبة بقولوا هاي دا تعاون مع المتدعي العام منطلعوا بسرعة منخففوا العقوبة إجا القرار أو الحكم اللي صدر على المحكمة تيقول أنه إنه فيك تعمل جريمة سياسية أو جريمة إرهابية إذا دولتك ما قدرت سلمتك أنت ممكن تفلط من العقاب بكل بساطة لأن المحاكمة ستكون جليبية كرمال هاك بدي أقول لحضرتك أنه فيه اتفاقية دولية لجريمة المنظمة والاسترداد وهيدي أكتبار شي بتعمل مشاكل شوف مثلا قضية الخشقجة يعني بموضوع الاسترداد والتعاطي بين الدول بالتعاون الجرمي سيء كرمال هاك نحنا كنا بحاجة لمحكمة يكون عنده أسباقية على كامل الدول فاصل السابع وحتى محاكم الفاصل السابع شفت مؤخرا بفرنسا لقد وقفوا ناس متهمية بمحكمة يوغوزلافيا أوكي يعني هذا موضوع شائق بس اللبناني عم يتعاطب السياسي ونفكر هذي محكمة سريعة وفي نتايج أنا بصوت الناس بدي بس إن قالك إنقل الأسئلة اللي عم تخطر على بالا الناس نعم فيك تشرح لنا بس كيف بيطلع مثلا إنه سليم عياش ضمن الشبكة الحمرة واحده المسؤول عن التنفيذ لأنه هيدا لقدرت حصلت علي قدرت تعمل البيئة بالشبكة ما قدرت تعرفون بس بالمنطق ما بيقدر يكون شخص واحد على القليل بمنطقنا العقلي البشري ما حدي قال إنه شخص واحد بس الباقي في يكون مجهول بس المحكمة ما حكيت عن ناس آخرين ولا أنا مغلط هلأ الاتهام إجعله هذا اللي بنا نفهم وقرار الاتهام إجعله هذا الشخص ما فيك تتهم مجهول فيك تدعي على مجهول طيب أول شي اتهمته اتهام سليم عياش بالإرهاب والإرهاب عمليا يعني فيه إرهاب بلا سياسي لخبر حضرتك المحكمة بأول منطلقت بال2011 صدر قرار مهم وهذا كان لفريمورك تبعه الإرهاب بالدول ما قلو أصلا هذه المحكمة هي إذا بدك عملت تعريف جديد وبذات الوقت مستند على القانون اللبناني القانون اللبناني بهذا الموضوع كان رائع كالتعريف شو هو بالإرهاب هو بس الزعر بس الزعر أكيد لا لا يكمل بمواد خطيرة القتل يأتي عنصر مشدد يعني مجرد أنت ما توصل أوصل لهون على المحطة تبعكم يكون فيه ناس مسلحين معهم بالمجرد يقفوا برا أو ناس يوصلوا يقولوا نحن معنا كورونا ويقدموا عملين هايك بدايون أنت وحدك رحسين هذا الجريم خلصت لأنه أنت عم تبس الزعر بالأبينيون ببليك بوسائل خطيرة هايدي هي حجمة بيجي بيجي القتل عنصر مشدد أوكي أوكي بنظام المحكمة حكينا على الإرهاب ما حكينا صنفناها أنه جريمة سياسية حضرتك وأنا والمجتمع اللبناني لأنه رجال سياسي منقول جريمة سياسية بس بتصنيف بالمحكمة ولا مرة كان أنه الدافع سياسي لأنه الإرهاب في كون كذا دافع لاش ارتكبت العنصر المعنوي يمكن يكون دافع سياسي ديني دافعتنا بس إذا تشوف كيف كانت تسرد المحكمة الأدلية الظرفية وكيف كانت تسرد الحيثيات لما تحكي عن النظام السوري لما تحكي عن اختلافه مع حزب الله بتحس أنه مش الموضوع بهالسيات لو وصل إلى الشبكة الحمرة فراجلية تحكي سياسية مش أنا طبعا لأنه رجل سياسي إجباري بس نحن نقول هذا النظام نحط لناس وإجا ناس آخرين هني يطبقوا هذا النظام أنت حتيت نطاقك هذه الجريمة فإذا في مكان ما كانت مكبل أو مش قادرة تتوسع أكتر من هك طبعا بدي قول لحضرتك شغلي ولا نحكي فيها وأنا مع بنتائد بالعكس أنا دولتي بفتخر فيها نعم ما هي الأخطاء التي ارتكبناها وما كان الخوف نعم نحن بالاتفاقية بيننا وبين الأمم المتحدة أول شي تعرف ما صار في إبرام لقلا بالمجلس النيابي نعم مصادقة مجلس الأمن ما يقوم أقرب الفصل السابع ولعب محل عمل ارتفاق على المجلس النيابي ولكن بقي الاتفاق مرفق بالقرار 17-57 هذا الاتفاق يجدل كل ثلاث سنين وممكن تعديله ولا مرة حدا جرب وتعديله مع مين بيكم بالتوافق بين مجلس الأمن والحكومة اللبنانية أول مرة لخبرك شغلة لكل مسؤول نحن لا نحكي بحقيقة وبحرية ونزعج كلنا شركة بالوطن ماذا بدك تقوله في 2012 كان أول ذكرى لتعديل الاتفاق أو تمديد له كانت حكومة الرئيس نجيب مئاته وشو كانت تركيبتها للحكومة كان فيها رئيس الحريري كان فيها كزالة طيب بالكاد قدرت مولت تتذكر من عبر العالم العليا الإجلاسي عملوا اجتهاد أنه ما فيه اتفاق بالعالم يمدد تلقائيا بهكي اتفاق والنص واضح أنه بدك موافقة الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن ما اجتمع مجلس الوزراء وما أخذ قرار صار رئيس الحكومة عطى موافقة وتمدد فإذا العجز اللبناني اي احنا بمحل احتراما لباقي الشهداء والضحايا وخاصة وقتها شاهدوا أنه فيه تحيق مطال هؤلاء الأشخاص اللي ذكرني هون بالقليل اللي ناس من 12 12 2005 بلا برا ما عدلنا أنه هيدا المحكمة ما تشمل بس قضية الرئيس رفيقي الحريري كل الاغتيالات السياسية اللي صارت بهيدا المرحلة بهيدا الابوك طيب فيه نقطة أساسية بعد بدي أسألها اتكلوا على الشبكة الحمرة تقدروا جرموا سليم عياش صح باعتبار أنه هو منفذ منفذ عمليه إرهابي لأنه هيدا الشبكة تحركت قبل يوم الاغتيال وخلال يوم الاغتيال لأشخاص التلاتي ما كانوا من ضمن لا ما اجع عليهم الدليل اللي ارتقت المحكمة تسمي دليل قاطع صحيح بس نقدر نفصل الثلاتي عن سليم عياش ترمي اليوم صدر الحكم وعم يحكي عن جرم إرهابي وهذا الرجل ينتمي إلى حزب ماذا بكر غدا إذا الدول العالم كلها سوى الولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم قالت أنه كنا نحنا نقلكن أنه هيدا منظمة إرهابية ونحنا نحذر التعامل معه وفي عقوبات بركي بكرة فرضت عقوبات على أي تعاطي لبناني مع هالحزب ماذا نعمل إذا منسمح لنحكي بهالموضوع step by step لأنه أول شيء وصلين له كيف وصلين له لنوصل للمراحل بدنا نبنى نفذه للحكم أول شيء بدنا نقول هذا الحكم في حال استقنف بطل حكم نهائي يعني في حال توقف سليم عياش إجا ترجع بتبلش المحاكمة من الأساس لأنه محاكمة غيابية هذا أول عنصر شغلة يعني إذا صار في استقنف الشخص بعد ما طلع حكم نهائي من بده يستقنف هلأ أكيد المتدعي العام في ثلاثة لأنه عياش إذا بده يستقنف بده يعمل توكيل في ثلاثة بس الإدعاء العام غير المحامة أوكي عم بحكي من ميلة المتهم من ميلة بده يعمل توكيل محامة عياش محامة عياش مثلا أوكي لخبرك شغلة إذا بدنا نحكي بالنظام درواسيفيلي اللي نحن عايشينه الرومان وجرمانيك طبعا الاستقناف يحتاج إلى وكالة وأنا هيدا واجهتها بالمحكمة الدولية بقضية الأخبار ورفضت استقنف نظريته لكم اللي بتقول أنت خلال المحاكمة في عضايا قانونية بحق لنا نستقنفها وقالا أنت قدمت كذا استقناف وكلمة المصلحته لهيدا الشخص لأنه خلص حكم حكم أوكي أنت بتستقنف من دون توكيل صحيح فإذا هذه البراتيك بالمحكمة بتخيل وطبعا القرار بيرجع لزميلة أستاذ عون هو أخبر أنه بيستقنف ولا لا بس توجه أنه أكيد بهيك حالة بهيك ظرف أنه بقي متهم وحيد ما فيك كمان تتركو ما تستقنف كنت عم تعدد نقاط المدعي العام طبعا رح يستقنف فإذا نحن رايحين على مرحلة استقناف ومرحلة استقناف بالمبدأ طويلة فإذا الحكم ما رح يكون قطعي والحكم ما رح يكون نهائي بيرجع فيك تطلب إعادة المحاكمة وفيك كمان زيادة أنك تطرح أدلة جديدة خلال مرحلة الاستقناف كأدعاء عام طبعا وحتى الدفاع في يطرح لا يبرق طرفين هوا طرفين المحاكمة الدفاع ليس مثل المحامين عنا في لبنان الدفاع عنده صلاحيات مثل المدعي العام بيعمل تحقيقات وطبعا بيستمع لشهود وبيسمي شهود نحن بالأنون اللبناني ما فينا نتعطى مع شهود بالمحكمة ونحن بالأنون اللبناني كمحامين الاتيك تبعنا ما فينا نعمل الانفستيجيشن يعني بالمحكمة الادعاء العام والدفاع على قدم المساوات فهيدا كرمال هيك أنه الدفاع عنده صلاحيات ولازم يستقنف ولازم يلعب هذا الدور بعد ما يطلع الحكم ساعته بيصير قطعي إذا هلأ ما حدث تقنف بيقول لك أنه الحكم صار نهائي بس بانتظار الاستقناف بيصدر مذكرة التوقيف لأنه بعدنا غيابيا أول شي بيصير فيه تواصل مع السلطات اللبنانية بيصير فيه تشاور وبينعمل محضر بيعمل رئيس المحكمة مع الغرفة المعنية اللي طلبت التوقيف وهون بهذه المرحلة إذا كان فيه استقناف بعدين غرفة الاستقناف وإذا هلأ ما حدث تقنف مع غرفة الدرجة الأولى وحسب ظروف القضية إذا ما صار فيه تعاون يرفع الموضوع وهون نقطة بيت القصيد مثل ما تتفضل تحكي لأنه صار لبنان على مستوى كل شيء أضيئ بمجلس الأمن بالأسف بمجلس الأمن يصير فيه كاليفيكاسيون يصير فيه توصيف هل عدم تسليم متهم بمحكمة بمحكمة أنشئة لمحكمة قتلت كذا كذا تشكل تهديد والسلم الأمن الدوليين إذا كان الجواب يعني فاصل سابع يعني بتقولي شو ما بتتخيل قطع علاءات عقوبات البدكية كيف يستمروا محل ما بدون من أجل الضغط على الهم هذا ماكسيموم وفينا نقول نحن كمان أنه بفصل السادس أنه ممكن عدم توقيف هذا المحكم قد يؤدي إلى تهديد السلم الأمن الدوليين نروح فصل السادس يعني بدنا نستعمل كل الوسائل الديبلوماسية وكمان ضمنها فيها لجنة تحيق دولية فيها تطلب بلجنة تقصي حقائق ضمن الفصل السادس يعني بيرجع السارك لعن جديد فينا نسأل أنه وين اللي موقفو وين مختفي وإلى ما هنالك آخر سؤال برجع شغلي قبل بس لأول تعاون دول لألك قداش مهم أنه ما تنسى كمان في اتفاقية بين المحكمة والأنتربول اللي بدي قول بهذا الجرائم ما فيك تمشي بلا تعاون دولي وبالتالي يمكن كمان موضوع التوقيف بس مش بس المسؤولية على الدولة اللبنانية بدنا نفكر أبعد طيب سؤال نهائي بتعتقد أنه هالقرار اللي صدر هيدا رح يعطي إشارة إلى أنه التفلط من العقاب انتهى هيدا درس أول شي الإفلات من العقاب انتهى بهيك حكم ثلاثين ثانية صراحة لأ لأنه الاغتيالات توالت بعد المحكمة وتاني شي بدأ أقول لحضرتك أكتر أنه شدنا كتير أزمات أمنية وعمليات إرهابية حتى بعد نشوء المحكمة بذكر منها مثلا معركة نهر البارد بذكر منها فجر الجرود فصار عنا نحنا إشياء تعدت الاغتيال الشخصي رحنا حتى على اغتيال مجتمع الدكتور أنطونيوس أبو كسم محامي دولي وأستاذ جامعي بتشكرك وأنت كنت محامي رئيس بالمحكمة الدولية بتشكرك على هذه أطلالة وإن شاء الله بتستمر وما يكون فيه اغتيالات إن شاء الله لا وأنا هلأ أمسل متضررين وضحايا بقضية القضايا المتلازمة وهذا درس للكل للبنان أنه يا قضاء أنا بدي يكون قادر وبهذا المرحلة الانتقالية قضاء أنا بدي يتعاون مع المحكمة الدولية ونوص بيولاد بلدنا بأجهزتنا لإقدار يقدموا أدلي إن شاء الله يساعدونا بالشهود لنوصل للحيئة وما في حدا يعني المتهم هو متهم لحيله ما بدنا نربطه ولا نزعزع لأنه عنا قصة المرفأ كمان إذن مشاهدين اللي هون بتكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نحن نلقاكم ثلثاء المقبل إذا الله راد إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر